موسيقى مشاهدين الكرام سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته كيف يمكن لفن الغناء المصري أن يستعيد رونقه وريادته المعهودة وكيف يمكن التصدي لما تسمى الأغنية الهابطة وهل يستدعي الأمر تغييرا في معايير العضوية في نقابة الموسيقيين المصريين هذه إذن محور لقائنا بضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقيين المصريين سيد هاني بداية يستشف من التصريحات التي أدليت بها منذ انتخبت رئيسا لنقابة الموسيقيين في مصر ربما قبل بضعة أسابيع بأنك ورثت نقابة في حالة مزرية رئيسا كذلك؟ هو كذلك فعلا يعني مش هقدر أضحك على حضرتك وقولك إن إحنا في أحسن حال في النقابة لأن النقابة فيها مشاكل كتير وفيها مواضيع متفرعة كتير جدا جدا ما بين حال الأعضاء نفسهم المعشات والعلاج والموارد المادية يعني الفترة اللي فاتت كانت محتاجة تقنين إلى حد كبير ترشيد الاستهلاك حاجات كتير قوي قوي برضو حتة يعني الأعضاء الجدد اللي دخلوا الفترة اللي فاتت كان يعني عدد كبير جدا جدا من الأعضاء دخلوا الحقيقة للأسف يمكن ما كانش فيهم كتير يستحقهم ينظروا سنأتي في الواقع إحنا لهذه النقاط التي ذكرتها سيد هاني بالتفصيل على أي حال ثمت من شبه حال نقابة الموسيقيين ذلك بعد انتخابك بأنه شبيه بحال مصر منذ حوالي سنة هذا خلق للسياسة بالفن؟ هو خلق أكيد بالسياسة بالفن لكن يعني أي وطبع مصر كان فيها مشاكل لكن يعني النقابة فيها مشاكل برضو بس ما اعتقدتش زي مشاكل مصر السياسية كانت الفترة اللي فاتت اللي ان شاء الله ابتدينها صفحة جديدة وعهد جديد مع رئيس السيسي بإذن الله طيب من قراءتك ما يقال في الواقع بأن النقابة قبلك كانت تعاني من تنافس ومن تنازع في المصالح بين الأفراد هل لمست ذلك الآن بعد أن أصبحت رئيسا لا؟ الحقيقة أنا شفت طبعا أن هذا الصراع الحقيقة يعني كان ضحيته النقابة وكان ضحيته الأعضاء يعني مع أن الاثنين زملائي أنا بعتز بيهم جدا جدا إيمان البحر درويش ومصطفى كامل مع حفظ الألقاب لكن الحقيقة هذا الصراع اللي كان في القضايا والمحاكم وكده أثر كتير على النقابة وعلى استمرار النقابة طيب ألم يعني يرصد أحد ذلك بحيث يصلح الحال قبل أن تتردى إلى ما وصلت إليه؟ أعتقد كان في محاولات في الفترة الفاتت أنهم يقربوا جهات النظر بين الاثنين لكن للأسف بقت بالفشل كلها طيب سيد هاني في الواقع المستغرب من وجهة نظر بعض المراقبين بأن نقابة الموسيقين وأرجو أن تصححني إن كان ذلك خطأ في الواقع ربما كانت أغنى النقابات في مصر مع ذلك تعاني من مشاكل المالية عندما استلمتها هل هذا مؤشر حسب ما يسأل البعض على وجود فساد مالي سوء إدارة مثلا؟ هو فيه أكيد فيه سوء إدارة وفيه فساد أنا مش هقدر أدحك عليك وأقولك أنه نحن نقابة شفافة 100% لا أكيد فيه نص استفادت من هذا الوضع اللي هو عدم الاستقرار في النقابة لكن أعتقد أننا بدينا صفحة جديدة و بدينا بداية جديدة من ساعة ما جيت إن شاء الله طيب أنا سمعت ربما في نقاش جانبي معك بأنك بدأت بعض الخطوات لإصلاح الجانب المالي هل لك أن تطلعنا عليها؟ والله يعني أقول لحارتك مثلا حسن مبارح أخدنا قرار بأنه البدلات بتاعة الصفر للسادة الأعضاء المجلس يعني هتتوقف لأنه إحنا في البداية أو أولا وأخيرا ده عمل تطوعي فما فيش حد حييجي يعني إلا إذا كان طالع في مهمة رسمية من النقيب ومن أعضاء النقاب لكن غير كده ما فيش حاجة للبدلات البدلات دي الوحدة كان بيتصرف عليها كتير جدا جدا كل سنة دي حاجة الحاجة التانية برضو يعني الانتخبات بتاعة الأفرع في المحافظات دي برضو كانت مؤجلة بقالها فترة طويلة إن شاء الله خدنا قرار بها أنا إن شاء الله تبقى قريب جدا جدا حاجات كتير كده حاجة فنية مثلا يعني إحنا قلنا يعني لجميع الأعضاء الالتزام بالقواعد والأداب العامة سواء في الملبس أو في الألفاظ أو في كل الكلام ده يعني لازم نحسس الناس إن فين قابة بتحاسب بيها وكأنك تقول سيد هاني بأن هذه الأمور لم يكن يعني أحد يعتني بها أو يلتزم بها صحيح؟ لا محدش قال كده قبل كده الحقيقة يعني أعتقد الناس كتير من الأعضاء يعني مبسوطين إن إحنا تطرقنا لهذه الموضوع لأن يمكن قد يكون ده في بال الأعضاء الجماعية العمامية لكن محدش من السادة نقباء في الفترة اللي فاتت تطرق إلى هذه الموضوع طب أنت قلت في الواقع في تصريح لك إن الأعضاء ينظرون إليك كطوق نجاة ماذا ستفعل فيما يتعلق مثلا بما يقال عن أن أي فنان متقاعد في الواقع أو على المعاش كما يقال هنا يعني لا يزيد راتبه التقاعد أو المعاش على 100 جنيه مصري بالشهر ده أنا شفته والله يا حسن أنا شفته بعيني الكلام تعمل إيه؟ لا لازم نعمل حاجة يعني ما ينفعش ما ينفعش مطربة مثلا كبرت في السن أو مطرب كبر في السن أو عازف كبر في السن النهاردة ما بقاش مطلوب للشغل يعني نتبحه ما ينفعش لا لازم يتعامل حاجة لازم يقفيه رعاية صحية وده بندرسه قريب جدا جدا إن شاء الله يبقى فيه شركة تأمين تقدر ترعى الجانب الصحي ده للنقابة بحيث ما يتكلفش أي حد من النقابة أي شيء النقابة اللي بتدفع هذا المقابل المعشات لازم تزيد فميجي نعملوا إيه النهاردة طب عدد في الواقع من الموسيقين على ما يقال يعاني من البطالة هل وضعت يدك على موضع الداء وما هو الدواء في هذه الحالة بالنسبة للبطالة بين الموسيقين بين المغنين الجدين والله يحاول حارتك حاجز حسن وطبعا موضوع الدي جي ده ده من المواضيع الشائكة جدا جدا في النقابة وقالها فترة محدش عارف يرسلها على حل لكن يعني إن شاء الله نقدر نوصل لحل إنه إنه كل دي جي بقى معامة جموعة من الموسيقين لايف موجودين معها على المسرح يعني هم برضو مستفيدين وبيشتغلوا وفي نفس الوقت الدي جي برضو بيشتغل يعني ما يبقاش طالع دي جي بس بمجرد الجهاز اللي بيشتغل عليه الأغاني وخلاص لأ إن شاء الله نقدر يعني نعمل ده ويبقى فيه اتفاق جنت المان كده بيننا وبين الدي جي اللي موجودين في مصر إنهم يستعينوا بين الموسيقين طيب في سياق الحديث عن الفنين الذين أحييوا إلى المعاش أو أصبحوا متقاعدين هل لديك أنت الآن رئيس لنقابة الموسيقين المصريين يعني سن معينة أو هكذا ربما تقول قواعد النقابة يجب على الفنان خاصة فيما تعلق بالغناء أن يتوقف عندها؟ لا هو ما فيه سن معين لكن هو الفنان بيبقى حاسس من نفسه هو قادر يدي ولا لأ يعني والأمثلة كثيرة يعني سيدة الغناء العربي العظيمة فضل التغني الآخر يوم في عمرها تقريبا يعني هي قدر مدام أدرة أنها تقف على المسرح أو تقف في الستوديو وتغني تكمل لكن الفنان بيبقى حاسس بنفسه ولكن ألا يواجه الفنان الكبير حتى نستخدم الوصف المعهود منافسة ربما أكثر من أياما سيدة أم كلثوم مع شباب مغنين مع جيل جديد هو أشياء أكثر ربما هو طبعا أنت النهاردة حضرتك بتتكلم على فرق أجيال كبير أوي طبعا عن مكان الوضع يعني وقت سيدة الغناء العربي وستيد عبد الوهاب ونجمنا الكبردول أنت عندك نقلة ثقافية وفنية كبيرة جدا ما بين الأجيال دلوقتي طب سيد هاني أيضا أنت ورثت نقابة في الواقع على ما يقال أوقفت عددا من الأعضاء عن العمل أو عن العضوية في الواقع حتى أكون دقيق في إحدى المراحل هل من شأنك أن تعيد النظر في هذه القضايا الناس التي أوقفت لسبب أو لآخر والله لي لأ يعني إحنا عزين نفتح صفحة دي دي وسعسل يعني أنا مش جاي يعني أخلص حسابات من حد أو أن أنا أنتقم من حد لا سمح الله خالص لي لأ يعني ممكن نفتح هذا الملف هل تقول بأن ما حدث كان من باب الانتقام يعني أنا معرفش أنا معرفش يعني حرتك لو تقول لي أسماء لو حاجة أنا عندي أنت ليس لديك يعني علم ببعض الناس التي أوقفوا بطريقة أو بأخرى أنا بتعيق لي ما فيش بصراحة أو هو كان أعتقد يمكن حمزة نامرة المطرب المصري كان فيه أنا يعني حضرت ده إعلاميا مش مش جوا النقابة مع مصطفى كامل وأعتقد أنه لغى قرار وقفه أنا بتعيق لي كده أنا ما عنديش فكرة إذا كان في حد موقوف ولا لأ في الواقع هو نقل عنك القول بأن توقفات من هذا النوع يعني عن العضوية أو العمل يعني لن تحدث في المستقبل إذا إلا إذا كان هناك مثلا قضية أخلاقية إخلال بالشرف ودي حقيقة طيب من يحدد ما هو الإخلال وما عدمه لا إحنا كلنا نقدر نعرف كيف يعني حيارتك بتشوف فيديوهات وبتشوف كليبات النهاردة للأسف الشديد نزلة على الإنترنت يعني عادي جدا جدا أنها تبقى موجودة بدون أي روابط أو زوابط لها لا الكلام ده ما ينفعش ولكن هؤلاء الذين يغنون هذه أو يعني يؤدون هذه الكليبات يعني هل هم أعضاء في النقابة؟ والله أنا أنا ما عرفش إذا كانوا الناس اللي توقفوا أخيرا أعضاء في النقابة لو أعضاء في النقابة لازم يتحقق معهم ولو يتحقق معهم وثبت هذه الإدانة لا طبعا لازم يتوقفوا لعلني مش عجامل حد يا بس حسن فترة اللي جاية لعلني قرأت في الواقع بأن اثنتين من الراقصات ربما أنت حتى قلت بأنك فوجئت بأنهما عضوتان في الواقع في نقابة الموسيقيين سمعت هذا الكلام؟ سمعت هذا الكلام والله واستغربت جدا هل فعلت شيئا منذ أن لا طبعا أما لسه محبوسين دوله يعني هذا الملف لم يعرض عليها لحد دلوقتي لكن أنا هذه النوعية من الأغاني أنا رفضها يعني الرقصة اللي بتغني والغنى ده بالنسبة لها كده يبقى لأنه على فكرة رقصات هم أعضاء في نقابة التمثيل التمثيليين لماذا دخلوا الموسيقى؟ بالضبط فهي حيثة الغنى بقى دي هي دي اللي احنا لازم يعني يبقى فيها في حد منها إلى حد كبير هل هناك مؤشر على فساد مثلا بدخول أناس مثل هؤلاء مثلا لنقابة الموسيقيين؟ الله أعلم ما أقدرش ما أقدرش أقول ده لكن قد يكون يعني في ناس جملة الله أعلم لكن أنا بوعد حضرتك وبوعد السادة المشاهدين من النهاردة ما فيش مجاملة على حساب الزوء العام والقواعد العامة طبعا سنسهب في هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير إذن مشاهدين الكرام نتوقف الآن مع فاصل قصير نواصل بعده حوارنا مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقيين المصريين إذن مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد نواصل حوارنا هنا في القاهرة مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقيين المصريين سيد هاني قبل الفاصل كنا نتحدث عن العضوية وكيف أن بعض من لا يجب أن يكون أعضاء في نقابة الموسيقيين قد دخلها هل هناك حاجة الآن لإعادة النظر في المعايير التي تتبعونها مثلا؟ المفروض المفروض يبقى فيه يعني الصوت اللي يصرح له أنه يغني لازم يبقى صوت حلو مش مجرد أنه بيقدي كده وخلاص لا هذا سؤالي ما هي المعايير عادة لابد أنك قرأتها أو تعرفها بالأحرى لا المعايير معروفة من زمن طويل أن الصوت يبقى حلو عنده قدرة على الأداء عنده قدرة في حلاوة في الصوت في قدرة على العرب الجميلة الحلوة يعني حتى لو كنت بتأدي أغاني خفيفة لازم برضو الصوت يبقى حلو ماذا عن الحضور؟ يعني ممكن يكون صوت حلو أداء جيد ولكن فيش حضور؟ والله حتة الحضور دي الجمهور يحكم عليها لكن أنا النهار ده كان قابة أمتحن أصوات هاختر أصوات حلوة بس يعني وده أوعد حضرتك بيه أن ده من هنا وريح مفيش مجملات على حساب الكرنية ولكن ألا توافق مع من يقولون بأن الفيديو كليب في الواقع وما يعني يشمله من راقصات وحركة في المسرح وما إلى ذلك وألوان وزخرفة ربما تجعل المشاهد لا ينتبه أو يتابع الصوت بقدر ما يتابع ما خلف الصوت؟ ودي حقيقة يعني على فكرة الفيديو كليب من الحاجات الحقيقة للأسف يعني خلت فيه نوعيات جديدة من الغنى تظهر الغنى اللي هو ما يعتمدش على حلاوة الصوت لا يعني لو الشكل حلو ممكن يعدي في الفيديو كليب لو بتتحرك البنت أو الولد بيعمل رأس أو حركة أو كده يعني الناس بتتفرج على الفيديو كليب آخر حاجة يمكن للأسف للأسف الناس بتاخد بالها منها النهاردة هي الصوت ومع ذلك أنتم الفنانين الكبار في الواقع يعني اضطررتم لأن تقبلوا بأن تظهروا فيه فيديو كليبات صحيح؟ لا نظهر لأن أنت بتقدم أنت عايز برضو تستغل هذه الميزة اللي أنت خدتها من التطور اللي إحنا عايشينه النهاردة أنه الغنوة بتتشافك أنها فيلم سينما فأنت عايز تستغل ده برضو بس بشكل آخر يعني أنا ما بعتمتش مثلا في كليباتي على الرأس 100% أو أنا نفسي مبرقص مثلا لكن غيري ممكن يعمل ده ليه لأ أن أنا ما استفدش بميزة الفيديو كليب أن أنا أقدم حاجة حلوة أقدم فيلم سينما صغير طيب هناك من يتوقع في الواقع إحنا تحدثنا عنها قليلا في الجزء الأول من هذه المقابلة أنت أخوض معركة شرسة ضد ما تسمى الأغنية الهابطة نحن نتحدث عنها طيلة الوقت في الواقع ما هي أدواتك لمكافحة الأغنية الهابطة؟ أولا لازم نساهم ونساعد الفن المحترم الفن الجميل ماديا يعني؟ لا مش ماديا بس لكن يعني الدولة لازم ترجع تنتج تاني أس حسن أنا أنا شايف كده لازم في حفلات كتير يعني يعني اللي هو المقابل للأغاني اللي للأسف الشديد مطروحة بكترة على الإنترنت لازم الناس يبقى فيه أدواء مدينة ولاية التلفزيون تاني موجودين لازم نقف جنب الأصوات الجديدة الجميلة الحلوة اللي ظهرت الفترة الأخيرة سواء من خلال برامج اكتشاف الأصوات أو الأصوات اللي كانت موجودة قبل كده وبقالها فترة ومش لقيا حفلات تغني فيها ولكن يا سيد هاني بعض هذه الأغاني أو أصحاب هذه الأغاني يتسمى بالهابطة في الواقع لديهم جمهور كبير على ما نرى هل هذا تغير في ذوق الجمهور؟ أم أن لكل زمان دولة ورجال؟ لا هو للأسف تغير تغير في ذوق الجمهور يعني حضرتك النهاردة البطل اللي بتشوفه في السينما للأسف الشديد شاب قالع الفانيلا وماسك سيف في إيده وماشي يخبط في خلق الله بلتجي فهو ده النموذج اللي الأسف الشديد بيحتاز بيه النهاردة للشباب للأسف الشديد غني عن القول فيما يتعلق بالفن يعني نهيك عن الغناء ما يقال أيضا ونحن هنا ننقل بأن الفن السينمائي حتى المسلسلات كلها أصبحت فيها إيماءات مثلا غير مقبولة ومن إلى ذلك هل من شأنك أن تنسق مثلا مع رؤساء النقابات الأخرى نقابة السينمائيين نقابة الفنانين نقابات الأخرى ذات العلاقة بالفن في مصر نهيك عن المسيقيين لا لا هل في تأتيك تعمل كده؟ والله لحد الوقت لسه لكن أنا عايز أقول لي لا ما يكونش هذا لأن زي ما حرتك تفضلت وقلت أنا للأسف الشديد بقيت بشوف في رمضان مسلسلات جوة البيوت فيها مشاهد ما ينفعش تتعامل في مسلسلات ولا تخش البيوت خلص وألفاظ ما ينفعش تتقال طب هل هذا يعني مشكلة بالنسبة للنقابات أم هو في الواقع في المقام الأول كما يقول بعض مشكلة أو مسئولية من يسمونها بالرقباء على المصنفات والله المصنفات برضو لازم يبقالها دور بصراحة يعني المصنفات لو وفقت على النص لو وفقت على الموضوع لازم برضو الألفاظ دي يتحد منها كتير يعني مش لازم يبقى فيش تيمة الناس تسمعها في البيوت ما ينفعش طب حتى بسمي للأغاني الهابط يعني لابد أن الرقباء هؤلاء يعني لابد يشاهدونها حتى بشكل شخصي بالزبط كده عملوا حاجة؟ لحد دلوقتي للأسف أنا مش شايف أنت أعمل حاجة هل تصرف فيهم؟ لا أنا ما أكلمتش بس إن شاء الله لازم الفترة الجاية يكون فيه وقفة الحية مش بس في الغنى من زي أنا بقول حرفك أصداد ده واضح أن ده تجاه عام السينما فيها ده مسلسلات التلفزيون حتى في رمضان مش رحمين الناس ومش رحمين الشهر الكريم ده بمشاهد بمخدرات بدعارة بضرب بشتيمة لا الفن مش كده طب ثمت من يرون بأن الفن وربما أيضا تتفق مع هذا القول يعني هو مرآة للبلد أيضا أي انهيار أو يعني تغير في البلد ربما يؤدي إلى انهيار الفن إلى حد ما أو المشاكل التي يمر بها البلد ربما تؤدي تنعكس على الفن هل هذا هو سبب مثلا بأن الفن المصري الذي كان يوصف بالريادة في العالم العربي أخذ مقعدا خلفيا وراء مثلا مسلسلات تركية أغاني من المنطقة مثلا غير أغاني المصري والله الحقيقة ما قدرش أضحك على حضرتك لا طبعا المسلسلات التركية خادت حظها أكتر يمكن من المسلسلات المصري والعربي الفترة الأخيرة بس تعال بص هما بيظهروا تركيا إزاي بيظهروا الأصور والجمال والشياكة والأدب والأخلاق والمزيكة الحلوة والأغاني الحلوة إحنا شوف إحنا بنظهر في مصرسلاتنا إحنا لا نصد تعلن نفسهم بيعناش موسيقى حلوة لا عندنا بس نظهر أحلى ما فينا مش نظهر أوحش ما فينا بداعي إن إحنا وقعيين لا إحنا عايزين ناريت شوية في الفن ما نبقاش وقعيين نبقى بنحلم شوية من جانب آخر في الواقع لابد تعلم طبعا بأنه في إحدى المراحل كان الفنان العربي الذي يريد أن يشتهر خاصة المغني أو المغنية كان يأتي إلى مصر يغني حتى باللهجة المصرية الآن حتى الفنان المصريون على ما يقال يذهبون إلى مناطق أخرى في العالم العربي يغنوا بلهجات محلية في العالم العربي هل هذا أيضا تطور طبيعي في اعتقاده؟ أنا شايف إن ده تطور طبيعي لأنه كان بيحصل زمان يعني عبد الحريم حافظ مثلا غنى باللهجة الخليجة قبل كتب يعني ده طبيعي ده بيبقى إحساس من الفنان بعربته بجمهوره العربي في كل مكان يعني أنا بالنسبة لي أنا ما يعدنيش أبدا أن أنا أغني باللهجة المغربي باللهجة التونسية الجزائرية اللبنانية يعني في بالي ده على فكرة أن الفترة اللي جاية يكون في ده الخليجي عملت الشريط خليجي أليس السبب هو أيضا يعني رغبة في الانتشار في النهاية ربما إذا بيغنوا باللكنها دي تنتشر أغانيهم أكثر من اللكنها والله لي لأ يوس حسن يعني بالعكس إذا ده حيقرب الفنان من قاعدة عريضة من الجمهور في جميع الحائل ليش مشكلة طبعا العالم العربي لي لأ طب كيف ستتعامل نحن أيضا في حديثنا جانب تحدثنا عن الملكية الفكرية والملكية الفنية بعض الأغاني تظهر اليوم وتاني يوم يعني أو تسجل اليوم وتاني يوم تكون على اليوتيوب ده قبل تاني يوم والله يوس حتى قبل ماذا ستتفعلون بهذا الشأن الملكية الفكرية الفنية لازم تحافظ عليها يعني أنا فيه قرارات متأخدة من فترة وللأسف لم تفعل لحد دلوقتي فالكلام ده لازم يتم تفعيله بصراحة لازم السرقة اللي موجودة على الانترنت دي اللي بوازت المنظومة الغنائية في مصر الانتاجية كمان لازم تقف يبدو أن السياسة لابد أن تدخل حتى في النقاش أو المقابلات الفنية إحدى الفنانات العربيات تقول بأنه لا يجوز للفنان أو الفنانة طبعا بأن يصوغ مواقف وبناء على مواقف سياسية وكذا لأن السياسة تتغير والفنان يبقى هل توافق على ذلك؟ والله يشوف أقول لك حاجة حالتك أنا شاف أن السياسة لازم تبقى بعيدة تماما عن الفن يعني أنا النهاردة أنا لو مقتنع بوجة نظر معينة أحتفظ بها النفسي لكن الفنان أعم دي حقيقة الفنان أشمل الفنان أبقى لأن السياسة تتغير والرؤسة بيتغيره لكن الفنان بيبضلت زي ما هو لكن لا يمنع أن أنا أتفاعل مع أحداث بلدي أتفاعل مع ما يحدث على أرض الشارع المصري مثلا بأغاني يعني زي ما كتير عملوا قبل كده أم كل سوم عملت عمل ده برضو التفاعل الطبيعي يعني ما يأصرش على الفنان أيضا يأخذ عليكم سيدهاني كرواد فن وغناء في العالم العربي بأنكم لم تعملوا أيضا كموسيقيين على إشاعة فنون موسيقية من العالم الخارجي مثلا الجاز الأوبرا ليست شيء مثلا يعني إلا نخبوي في المنطق العربية ليس كذلك؟ كان زمان يمكن موجود ده أكتر شوية دلوقتي لا مش هذا النوع من الفن للأسف ما لوجه مهور كبير قوي يعني الأوبراة العالمية دي أو أو فن الجاز مش كتير بيحبوا ده مش لأنه الناس مثلا مش لقين حد يقدم لهم الموضوع هذا ما أعتقدش لا هو بتغير تغير في الأزواء طيب السؤال الأخير هل تستطيع أن توفق بين دورك كفنان كبير يعني عليك التزامات وكرئيس لنقابة الموسيقين أيضا عليك التزامات؟ بحاول متحكش عليك أيهما يرجح على الآخر بمنظورك؟ لا دلوقتي أنا شاف أن النقابة محتجاني أكتر يعني أن أنت لسه عايز تزبط حاجة كتير جوه البيت جوه النقابة هل يعني ذلك بأننا لن نراك كفنان كفنان كبير لا لا بالعكس أنا موجود وحفلاتي موجودة وشغلي موجود لكن هو الشريط اللي أنا بحضره مع سستاري عبدالله الشريط الجديد هو ده شوية بس اللي مأخرنا لكن يعني أنا بوعد الجمهور أن أنا يعني لازم أريف على الشيطة حيكون فيه الشريط الجديد نازل بتاعي بإذن الله هذه النقطة وصلت بهذا إذن نأتي مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نقطة نظام قدمناها لكم من العاصمة المصرية القاهرة أشكر ضيفي الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقين المصريين كما أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة